اشتريت صفحات اشتريت قنوات اشتريت بكل تأكيد عصابات هذو اللي يسمى صحفيين اللي هما الوجه الاقدر وانا ازن كلماتي هنا ما يسمى بصحفيين في الجزائر على استثناءات هي الوجه الاقدر لحكم الجنرالات والناس الحمد لله للحراك وسترفع ايضا هذه الجمعة يقولوا لهم تم سبب هلاكنا الاعلام اليوم في الجزائر هو ابشع من اي جهة اخرى في فرض الاباطيل والاكاذيب والاشاعات والخداعات ابشع حتى من القضاء الخاضع قضاء التليفون ابشع منه قضاء التليفون قد يتعلق بالاف بعشرات الالاف بمئات الالاف لكن هؤلاء مسيطرين ومركزين لخداع الملايين لن تقوم لنا قائمة بدون اعلام حر اعلام مهوش انتى شكارة اعلام مهوش انتى اعتقديس الحاكم تعتقديس الجنرالات تعتقديس تبون تعتقديس من قبل القيد صالح بالمناسبة لقيد صالح بعد شوية تشوفوه ينساوه اعود للصحفيين اخواني يرفعوا شعارات قوية ضدهم اظهروا لانه بكل اسف والم انا لا تحدث الصحفي البسطاء انا اتحدث عن اصحاب القنوات واصحاب الجرائد على استثناءات قليلة اتحدث على هذو المسؤولين داخل التلفزيون اللي يسمى تلفزيون الجزائري هو تلفزيون العصابة ويداعة العصابة ويداعاتها المنتشرة قولوا لإخوانكم اللي يشتغلوا ثم الرزاق هو الله وفي السماء رزقكم وما تعدون الرزاق هو الله الكذب الخداع المكر البروباغندا تقديس كمشة الجنيرالات تقديس الرئيس المزور هذا عيب وعار حدثوهم اللي تستعد حدثوهم وارفعوا شعارات قوية ضدهم هذه الجمعة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر